هذا المؤتمر الذي يبحث استقرار ليبيا ومدعت إليه حكومة الوحدة الوطنية ننتقي اليوم بقراضلس الآمنة المستقرة ولا الانجينة أصمة ليبيا الموحفة شكرا لكم لتابعوا فينا عن أجندة ليبيا اليوم من حي الرحب بضيفي أولا نيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي تيابيسي مرحبا بيك كنيس وفرحان مناسبة المنتدئ اللي نظموا تيابيسي بحضور معايا نحن في العادة نحكي برشا سياسة ومحالين سياسيين اليوم عنا رجال أعمال وهذا مهم السيد فتحي لمين تركي رئيس غرفة التجارة والصناعة في مصراتها مرحبا بيك أهلا وسهلا وسي إيهاب العويب اليوم كذلك من مجلس الإدارة عضو في مجلس الإدارة في غرفة التجارة والصناعة في مصرات أريكم بعض صورة كنا حكينا عليها هنا في عنا أجندة نحن في العادة نتحدث في الأمور الدستورية والقانونية في ليبيا قداش عجبتنا صورة المطار منتع مصرات وكانت أذارت الانتباه والدولة في الفيسبوك وغيرها في تونسي نحن كنا نعديوها من بعض نحن كنا نعديوها منتوة ومن بعض نحكي في بعض الأمور نحن كنا نعديوها منتوة ملموسة برغم من حرب ونعديوها من الاستقرار على العموم في ليبيا من تتصور المصرات قالوا أن هذه المصرات في حرب نقارنها بحل مطار المطار من تونس لا علاقة هل أنه مصراتة أرخبيل في ليبيا بعيد على التجذوبات هذا ما يفسر الدرجة هذه متاع النمو وهذا إصلاح جديدة لمطار مصراتة شكرا على السيذافة أولا ورحب الإخوة من مصراتة ذيوف شرف الدورة الرابعة مصراتة أنا زورت عندي شهرين وفجأت بكل سراحة معناتها بلد في يعتبر العمق الاقتصادي ليبيا منطقة حرة ممتازة على أعلى مستوى ميناء كبير ونشط جدا يعتبر من ثلاث ثلاث موانئ ومعناتها حركية اقتصادية كبيرة وبكل سراحة معناتها وقت اللي مشيت عندي شهرين استقرار أمني كبير وكعلش المجلس عملت تونسي الأفريقي وقتها عملنا شراكة وأمضينا معناتها شاركة مع الغرفة مصراتة قررنا أننا مش نعملوا المنتدى في سفاقص وهو مش نعلن كذلك على معرض ضخم في مصراتة لأنه نعتبر حسب راي وحسب راي عديد معناتها الخبار الاقتصاديين هي نقطة من النقاط المهمة للي مش تكون مصراتة للولوج الأسواق الليبية خاصة لولوج الأسواق الأفريقية ومش نرجعون لها المطار هذي قديش عمره نسيلكم زوز سيفة حلمين قديش عمره في الشكل هذي في اللبس الجديد أو في الثوب الجديد ومن موله المدينة الدولة رجال الأعمال أولا أحييك وأحيي الأخوة المستمعين مرحبا بيك طبعا مصراتة افتتحت مؤخرا صالة المطار طبعا في القريب العاجل سنبدأ في صالة أخرى وهي صالة الوصول المطار تم تمويله من قبل رجال الأعمال تكاتف رجال الأعمال وغرف التجارة وبعض الجهات الجمعيات الخيرية والمدنية التمويل بالكامل من رجال الأعمال طبعا ليس في مصراتة هذا ليس أول عمل من قبل رجال افتتحنا قبل مجمع عيادات في مستشفى الأورام بتمويل كامل من رجال الأعمال وكذلك في جائحة كورونا رجال الأعمال مولوا تجهيز المستشفى الأورام بجهاز بي سي آر وبدل الوقاية وبعض الأدوية وبعض الأجهزة رجال الأعمال في مصراتة حقيقة دائما في مثل هذه الأمور يتكاتفوا من أجل المدينة وحبهم للمدينة سي فتحي وسي إيهاب نسألكم نفس السؤال هذه الحيوية لميدان الأعمال في مصراتة هل هو من الجانب الإيجابي يدل على قدرة على التجيش والتمويل والبناء أم يدل كذلك على ضعف الدولة ما معناه أنه أنتم لا تحتاجون للدولة المركزية لبناء مطار مفخرة لمصراتها وحتى أحنا في تونس برنا سي هيب زي ما تعرف أخذت من الجانبين نعم ونقرأوها من الجانبين زي ما تعرف طبعا الدولة هناك قرارات وما لذلك في قرار يمكن من أيام حكومة فايز الزراج بإنشاء صال المطار أن الدولة بتنشئها ووقع عقودها لها أربع سنوات على حبر على ورق فرجال الأعمال لم يمتظروا الدولة كتأتيهم بتمويلات بتمويلات وإنها تشتغل وإنها تعمل بل أخذوا على عاتقهم وبدوا يتحركوا ويشتغلوا بالعكس أنت تشوف حتى التنمية الاقتصادية في مدينة مصراتها كبيرة جدا الميناه أكبر ميناه في ليبيا ميناه مدينة مصراتها 65% من صادق واردات ليبيا تأتي عن طريق ميناه مصراتها مصراتها زي ما تعرف أنها تضم قلاع صناعية كبيرة جدا مثل الحديد والصلب ومجمعات المصلع السراميكا والألبان وإلى ذلك مصانع كبيرة جدا أنا بنقولك أخي الكريم لو تشوف أنت البرج اللي تعمل فيه غرفة تجارة مصراتها وواصف الدور الثامن حوالي 11 طابق برج للأعمال في المدينة في أفريقيا كاملة مفيش غرفة تجارية يمكن في الدول الخليجية صح لكن في أفريقيا كاملة غرفة تجارية عندها برج للأعمال عملاق 11 طابق حنبعت لك الصور متاعه وخريط متاعه واصف الدور الثامن الآن واصف الدور الثامن شيء خيال جميل جدا وغير موجود في الدول حتى الدول الجوار غير موجود هذا مقر إداري للغرفة وبرج للأعمال في المدينة سيفات حيلمين تكمل كلام يهايب العويب تبليكا هل هذا يعني اليوم أنه ولوه مش موجودة التسمية على المستوى الإداري أو المستوى القانوني في الواقع مصراتها اليوم هي العاصمة الاقتصادية لليبيا بالتأكيد مصراتها هي العاصمة الاقتصادية مصراتها بها ثلاث مواني بها المنطقة الحرة تمتلك اسطول نقل يفوق الخمسطاشر ألف شاحنة اللي يعتبر من أكبر الأساتيل في أفريقيا في أفريقيا بالطبع مصراتها دائما هم عبر التاريخ هم تجار أصلا ولديهم الخبرة في التجارة ولديهم الإرادة مصراتها مدينة اقتصادية صناعية يعني الآن مؤخرا بعض رجال الأعمال مثل شركة الجيد للصناعات الغدائية ومجموعة وهيبة يعني الآن مصانع عملاقة الأخ أنيس أعتقدت طلع عليها مصانع يعني تضاهي الصناعات الأوروبية وتضاهي المصانع في أوروبا فمصراتها يعني هي قدرة اقتصادية كبيرة جدا شونج منتعلموا أنيس الجزيري وانتي اللي بالمنتدى اللي عملتوا في سفيق سبتها بيسي بالغرفة الغرفة هذه اللي ما نقولش ليبيا تمثل جزء كبير من نشاطها لكن تمثل على أرض الميدان قبل ما ندخلوا في أمور أخرى أحنا شونج منتعلموا من هالحيوية ومن الصلابة من القطاع الخاص الذي لا ينتظر شيئا تقريبا من الدولة المركزية احنا كمجلس العمال التونسي الافريقي احنا كاتوانسا نقصد احنا كاتوانسا ولمجلس العمال من 2018 سيمورات وشناعتي اكزامبل تحركنا بقوة على ليبيا وعملنا الدورة الأولى في ترابلس معنا 70 رجل أعمال وحركنا الأمور تذكر مليح في 2021 كذلك عملنا الدورة الثالثة في سفاق السنة المنتدى وتنقلنا إلى ترابلس بـ 170 شركة وأكثر من ألف رجل معناتها أعمال تونسي وامرأة أعمال تنقلوا لترابلس في ماي 2021 وكانت مرادرة ومبادلات تجارية في حالة يرثلها في 2019 وقريبة كنا في 900 مليون دينار أنا حابيت نقول أحنا تونس في تعاملنا مع الدولة قلي نقعدوا في ميدان الأعمال ماذا ما هي القدوة ما هو الدرس اللي نجب أن نخذه هنا نجب أن نغير المفاهيم متاعنا ولا أحنا الدولة تعتبر أقوى شوية من الدولة المركزية في ليبيا لا مقارنة لا مقارنة الدولة طبعا في تونس حاضرة بقوة حكومة معناتها زادة حاضرة بقوة أو غائبة بقوة حسب البعض أما حاضرة جدا أو غائبة جدا لكن نحن في تونس على الأقل الأمور محددة دور الحكومة واضح دور الدولة واضح ودور القطاع الخاص والمجتمع المديني واضح نحن قوة اقتراح قوة بروبوزيسيون أن ندزوا نبادروا هذا اللي عملناه في ليبيا وهذا كنت أسمح لي نعطيك لشيفر مراد خطيريز أمبرتون كنا نرى في 900 مليون دينار في 2008-2019 بالمعنة الإزاكسيون اللي عملناه اليوم وصلنا 2021 2030 مليون دينار أبش نشوفوا بعض الصور متاع الدورة الرابعة المنتجة الاقتصادي والحاجة الأهم يا مراد أنه في 8 شهور لولنين متاع 2022 وصلنا لـ 20 مليون دينار دوك نجمو نكملو العام في 2500-2600 مليون دينار 2000 مليون دينار بش ناس اللي تسمع تفهم نحكيه على حجم المبادلات مبادلات بين البلدين في جهتين في استثمار مبيناتين لكن مبيناتنا الأغلبية في الاتجاه التصدير التونسي وقليل التوريد من ليبيا وهذا طبعا مش يحكي نعليه سيهاب من بعد كايا فما بعض العراقيل اللي بكل سراحة يلزمنا نحن كاتوانسا نحيوهم باش ينجموا لإخوة الليبية ينجموا حقيقة أن يستثنوا أكثر ويعني يكون تواجدهم أقوى في تونس ويصدروا زادة بيضحهم التونس قبل ما نعطي كلمة لسيهاب تقول 900 مليون دينار مقارنة بقبل مقارنة بي 2010 كنا في 3500 مليون بعد برشة بش نكون واضحين بعد برشة السنان ممكن بش نوصل إلى 2500 وهذا بتذافر جهود ومثابرة كبيرة وقطاع خاص قاعد يعمل في مجهودات كبيرة رغم العراقيل فهمتوا لله بشوصنا له لكن رو ما تنساش زادة اللي ليبيا تبدلت ليبيا ما عادش ليبيا نتاعي 2010 ليبيا ولت فيها عديد الدول اللي قاعدة تخدم في السوق هذية ولت لكن رو ما نجمناش نرجعه للي كنا عليها قبل لأنه فهموا منافسة كبيرة طبعا التاجر والمستثمر الليبي اليوم عنده لشواء معنى تهيختار ما بين هالبرودوية هذي وما بين الاستثمر الهناء ولا يمشي يستثمر في تركيا ولا يحل الواحدة متاعه الكونت بانكار متاعه في تونس وفي تركيا والتي عنده العديد من البوسبيليتي وكعله فهمتوا الله إن شاء الله سيهياب يعطينا شنو من العرقيل اللي خلتهم يهربوا شوية على تونس سيهياب فما رقم مشجع ولكن في نفس الوقت لما نحطوا الأمور في إتارها كنا الأرقام 2010-2009 3500 مليون دينار انهاره هذا الرقم تقريبا بأربعة مرات العودة مشجعة لكن ما زلنا بعد اليوم على ما هو مأمول عليه شنو الأسباب من الجانب الليبي تعرف الأول سبب نحب نتكلم عليه والناشد أخوتنا في السلطات التونسية ورجال الأعمال وكذلك في الدولة التونسية يحاولوا يأخذوا الموضوع هذا بعين الاعتبار ويكون لحقيقة الموضوع هذا من أهم أولوياتهم واهتماماتهم لأن هذا الموضوع الذي نتكلم به سيفيد الدولتين سواء في ليبيا أو في تونس وقطاع الأعمال في ليبيا وتونس وأنا نقول لك الأرقام هذه تتعدى كثير لو المشكلة المصرفية في البنوك التونسية والعرقين في البنوك التونسية والصعوبات في البنوك التونسية اللي هي خلي ندخلوا في صميم موضوع ما هي شنية هذه الصعوبة زي ما تعرف أنا كرجل أعمال مثلا الليبي نقول لك نشوف في تونس في تركيا مثال قريب لنا ونشوف في تونس تركيا منفتحة جدا مصرفها بكل بكل أريحية تتحرك فيها وتتحرك من حساباتك الشخصية يفتحونك يمكن الحساب متاعك تعمل إقامة في نفس الواحد تعدي تفتح في حساب في البنك تعمل تحويلات الجميع في نفس اليوم في نفس اليوم أنا نعمل تحويلات الجميع في نفس اليوم ليبيا نحن عندنا اعتمادات مستندية اللي هي LC ولكن حوالات مباشرة ما عندناش من سنة 2014 بنك ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي 2013 وقف الحوالات المباشرة حوالات تجارية مباشرة وقف فإحنا لو تقول تشتغل بالاعتمادات LC الموضوع يمكن يطول وانت عندك حاجة LC هي باش نفسر الناس مع فينا هي الأموال اللي ضامت فيها البنك المركز اعتماد مستندي لت الدكري فالاعتماد المستندي يمكن يطول وكذا إحنا نتجه إلى التحويل عن طريقة شركات صرافة في دبي أو في ترك لو حولت مثلا من شركات صرافة من دبي لترك إلى بنك في تونس الشركة تونسية موجودة تصنع في تونس حولت لها أموال يمكن الأموال يعملوا على بلوك يمكن من تنزل يمكن الأموال توصل وترجع يرجعوها باش نوضح الأمور ونعطي الكلمة السيفة من تركيا وطبع نحن عنا في تونس هالإشكال منذ 2011 أولا حول الاستثمار في مسألة تبيض الأموال هل تعتبر القوانين التونسية اليوم بالية يجب تغييرها لتجيع الاستثمار في ليبيا سيفة حي ولو يتم تغيير القوانين ما هو الحجم الذي يدخل للتونس بالتأكيد هي قوانين بالية وبالتأكيد هي قوانين طاردة للاستثمار ويجب تغييرها أنا أعطيك مثال الآن الجزائر فتحة الاستثمار وعمرة قانون جديد الاستثمار وأعطت قصصية خاصة للليبيين بنقل أموالهم كاش ويداحة في البنوك الجزائرية وشحن بضايحهم دون أي قيود لا أعتقد أن تونس أحرص من الجزائر وتركيا تركيا بإمكانك نقل أموالك كاش ويداحة في البنوك وكذلك سحبها في أي وقت وبأي مبلغ أنت تريد المطلوب من الأخوة في تونس نضرب عين الاعتبار في هذا الموضوع لأنني نتأكد لو فتحوا المجال وعطوا الفرصة لرجال الأعمال أنني نتأكد كل الأموال ستنتقل إلى تونس بدل من تركيا ودول أخرى هذا مراد هذا مراد بعض النسائح الإشهارية أنا شوية إشهار نسائح الإشهارية والتجارية نرجع مع بعضنا حتى الماضي ساعة مزلنا تقريب سبعة ثمانية دقائق نحكي وفي على ليبيا كي تقول ربح تقول EFM وكي تقول إلعب يلا تقول برشا فلوس أما كي تقول إلعب يلا على EFM تقول بش تربح برشا 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 فلوس ستمية دينار تنجم أنت تربحهم كي تشارك وتحاول تجاوب على الأسلال يكفي بش تكمبوزي من تليفونك اتوال ستمية اتوال وحد اليز وتربح الكاش وزيد تدخل في الصحة اللي ربحك كياريو قيمة خمسين مليون إلعب يلا مثلين للجمعة مع وليد زريال إلعب يلا مع اتصالة تونس و EFM أحلى غديو انتم تسمعوا في عندنا أجندة مع مراد الزريدي على EFM أحلى غديو رجعنا مبعضنا حتى الماضي ساعتين في عنا جنة نذكركم في الجزء الثاني من البرهن بشي نحكي وعلى القضاة بين سرية الأبحاث وحرية الأعلام حمزة البلومي بشي دخل معنا والقاضي عمر الوسليتي بشي نحكي وعلى وضع الطاقي في تونس بشي يكون موجود على المباشر من أستراليا وزير الطاقة السابق في حكومة المهدي جماعة سيد كاميل بن ناصر واحد من أهم الأخصائيين في العالم في ميدان تقا والبترول حتى ذلك في مرة أخرى نجمو نحكي وعلي في علاقة بليبي الناس الجزائري كنا نسمعه في ضيوفنا زوز وهو رئيس غرفة تجارة والصناعة بمسراتها وعضو مجلس الإدارة يعني اليوم حكينا بصفة ملموسة عن واقع رجال الأعمال والصعوبات اللي يلقاها في تونس مقارنة كما قال سي إي هاب حتى بتركيا هذا معروف ولكن فتحي لهم من تركيا كان يقول حتى الجزائر اليوم حلت الأبواب أمام البزنس أكثر من تونس شكون كان يقول يعني شكون كان يقول والله هذي هذي اللي نتعجبوله بكل صراحة تونس اللي هي معتبرة مفتوحة والإخوة الليبية اليوم ما أنت مستعدين يقولوا لك احنا تونس متعنا تونس معناتها بلد بلد واحد بلدنا ويحبوا يستثمروا في تونس ويحبوا يحطوا فلوسهم في تونس أنا مني شفهم أنا البنك المركزي التونسي عندنا عشرة سنين ورحدشين السناء وإحنا في موضوع هذا التبيض الأموال وفي موضوع هذا بعض الأموال المجمدة تينحكيوا على بعض الملايين دينارات يا أخي تخليهم ماذاكم على شيرة يأخذوا مجرام وحل اللعبات تخلي تخدم على روحها في تونس يا سلح رايك روما ما هو معقول هالقوانين البالي والقانون الصرف يجبنا نعمل احنا تقول انا دي بوسيبريتي يا موراد بشي عمل حتى فيكن دوكري تيعطي المستثمرين الليبيين معناتها خصوصية إميدياتما يقول لك ينجم يحل الكونتبانكير متاعه في أقرب وقت في نهار هكتشوف في تركيا ويعمل التبادلات هو جايب لك فلوس دو فيز ميش فلوسك مش يحط لك أمليون دو دولار ومش يحط لك ولا 2 مليون دو دولار يا أخوي يحب يشري بيهم من تونس يحب يشري بيهم من طال يحب كذا أموره ما هوش معناتها فلوسك أنت كتونسي لكن مش يعمل لك حركية مش يدخل لك فهمت ولا لا ديناميكية كبيرة على السوق المالية وعلى اقتصاد التونسي أنا والله أستغرب إلى حد الآن كيفاش ما خلناش لإخوة الليبية هالعملية هذه نتمنى على كل حال بالرسالة اللي أعطاه سيفات حيلمين رئيس وغرفة مصرات أو سي إيهاب أنه توصل توصل حقيقة واذا نحبوه أنه توصل الرسالة واضحة معناتها الأعلى السلط والبنك المركزي حلوا للإخوان الليبية الاستثمار وخاصة المعاملات المالية خلي يرجعوا لتونس لو نحكيوا على مئات ملايين الدولارات اللي نجموا اليوم ندخلوهم لتونس في وضع اقتصادي صعيب وصعيب جدا على الأقل نقطة نمو كان مجزوز نقطة نمو عندك نقطة نمو كانت واحدة هذو ما دي كوي كوين اللي معروفين عندك ريزولتها عليهم علايش علايش نقصر في وقتنا في ظل أزمة اقتصادية خانقة ركزت أنت على البنك المركزي منعرشها لأنه كذلك للقطاع البنكي في حد ذاته على مستوى الممارسة فما تعطيلات لكن البنك المركزي هو اللي يشرف عن العملية بكاملة قانون صرف وفيه عمليات وكذا يلزم فما أمور تصير بالنسبة لأخوة الليبية يعطيهم تسهيلات إميديات هذا هو اللي بي الفايدة ما احنا رابحين في العملية اليوم عندك تونس حاجة بدوفيز اليوم تنشف تقتبهم إميديات من دبي من تركيا يجبهم لك الهناء معنتها الأخرين اللي فيهم أشكاليات ولي كذا والواحد يخلي ياخذوا مجرام لكن حلو اللعب للإخوان الأخرى هل أنه هناك تنسيق ما بينكم وبين الحكومة التونسية البنك المركزي تعرف عنده نوع من الاستقلالية ولو أنه تابع القرار السياسي هل أنه هناك ذان صاغية أم أنه اليوم تعتبر وأنه ليبيا قعدت كما السنة الأخيرة ليست أولوية معناه مهتمين مورخرة ديما فما ذان صاغية وحنا الحمد لله في الدورة الثالثة في المخراجات متاعنا ومخرجات قدمنا بهم الإشكاليات في المعابر تحلت ما زالت تحلت كانت مشاكل كبيرة الاعتمادات على البر لا كانت أعتمادات على البر وحلينا المشكلة هداية ما معناء اعتمادات على البر عمناول كانت الاعتمادات على البحر كونا نحل اللات الدكريدية على البحر فهمت وكانت هدية نجم نقول أفانتاج التركيا يعني نجم نجعنا نقدمه مع ليبيا على البر دخلنا وسمعونا ودبيبة في المعرض في ترابلس قدام معنتها للتونسيين أعلن على فتح الاعتمادات وقع فتحهم والبنك المركزي التونس يتصل بالمركز الليبي وقدمنا فيه نحن قدمنا أشوات مثل بعض العراقيل لكن يا مراد أهم معنتها إشكال الذي يجعل الإخوة الليبية لا ينتصبوه في تونس وليستصبروش في تونس هو حكاية فتح وحكاية العملات المالية متاحهم باش ينجم يجيب فليساته وينجم يتصرف فيهم في تونس ويتصرف فيهم زادة حول العالم قال لك أنا نز فليساتي ومن تركيا من غادي نجم نحول حول العالم هذا هو اللي بيفتح عندك الجواب من جانب بعض الوجوه في البنك المركزي اللي تقول لك لا وقوانين دولية وفي مسألة الطبيض خلينا نرجع للمعاسي فتحي ما هي القطاعات اليوم اللي فيها التبادل قاعد يكبر ما بين تونس وليبيا خصوصا أنه فهم كذلك قطاع مهم هو التقات الجديدة التقات المعنى على مستوى مثلا كل ما هو تقات شمسية وغيرها اللي بش تكون محور مهم في الأعوام الجاية في تونس مثلا ما دينيش روسى موال ليبي استثمرت في هذا في تونس أعتقد أنه في كل القطاعات المواد الغدائية بالذات ومواد البناء والأدوية والطاقة أعتقد أنه هو ما زال حلم بعيد شوية بالنسبة لتونس وليبيا لأنني مشايف اهتمام يعني من الحكومة بالدرجة الأولى سواء في ليبيا أو في تونس لاستغلال ما هو موجود لدينا في الطاقة البديلة اللي احنا مفروض نعمل عليها ونشتغل عليها ونكون مصدر للطاقة البديلة لأوروبا في ظل المتغيرات العالمية وفي ظل أزمات الطاقة أما مثلا الستارتاب التوينس اللي يخدموا في تكنولوجيا عندهم مستقبل في ليبيا مثلا بالتأكيد عندهم مستقبل في ليبيا وليبيا أعتقد متجهة نحو عدة البناء ونحو التجارة والعبور إلى أفريقيا الحكومة ووزير المواصلات أخيرا وقع في ليبيا عديد من العقود لصيانة الطرقات الرابطة بين تونس مصراتة سبها وكذلك الآن أعتقد أنه في المرحلة الأخيرة تم الدراسات لربط مصراتة سبها أقديس بطريق جديد وسيكون التمويل من المصارف يا بلا عبيب منجمش ما نسألك شحنا البريمش عندهم ديمة خلفية سياسية اليوم تنازع الشرعية في ليبيا عدم وضوع في مسألة الخارطة الانتخابية يأثر على الأعمال على البزنس أم كما رينا قبليك وليقلتو على مصراتة مصراتة نوع من الأرخبيل الجزيرة البعيدة يعني على الإشكاليات السياسية العميقة الموجودة في ليبيا بكل صراحة هو أكيد الانقسام السياسي في ليبيا وما يحدث في ليبيا يؤثر على قطاع الأعمال لكن هذا ما يمنعناش أننا نمارسوا نشاطنا ونشتغلوا زي ما تعرف ليبيا ليبيا تعتبر عسر ثواني ليبيا تعتبر أرض خصبة وفي لها الإمكانيات أنها يكون فيها عمل منتاز وعمل أفضل ياب العويب مش نقص عليك أنيس نعلن ستاش سبعتاش منتاز جانبي القادم معرض ضخم في مصراتة تونسي ليبيا شكرا لي كنيس الجزيرة عن تيابي سي مرحبا بيكم فتحي لامين تركيا رئيس غرفة تجارة والصناعة في مصراتة ياب العويب عن مجلس إدارة لغير الغرفة في مصراتة مرحبا بيكم في كل وقت في تونس البرنامج هذي تنجموا تجيوا فيه كل مرة تحبوا وتوصلوا رسالة ورسالة اللي قلتها لسلوطة التونسية كانت قوية يقعدوا معنا بعد شوية بعد الأخبار بيش نحكيوا على منع برنامج منع تحقيقات في برنامج لحقايا كلها ربعة وعلى الوضع التاقي في تونس عنا أجندة مبعضنا حتى المديساتين عنا أجندة